معنا من باريس الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور بيير بيرتييلو أهلا بدكتور بيير معنا على سكاي نيوز عربية الدكتور بيير يعني تستمر هذه الأزمات أزمات الطاقة المختلفة لكن اليوم حظر جديد يدخل حيث التنفيذ في هذا اليوم بالنسبة للنفط الروسي والمنتجات وأيضا يعني المنتجات المكررة ما تأثيراتها باعتقادك على القارة الأوروبية من ناحية ارتفاع مستويات أسعار الطاقة وربما على العالم طبعا هناك خطر بالنسبة لهذه التدابير الجديدة العقوبات المفروضة ضد روسيا لابد أننا سنشهد ارتفاعا في الأسعار طبعا هذا احتمال جدي وواقعي لأنه بنهاية المطاف سيكون هناك نقص في توفير بسعر جيد لمواد الطاقة بالنسبة لأوروبا وطبعا هذه المواد المكررة التي قد تذهب إلى دول أخرى وهذه الدول الأخرى ربما قد تستخدم مادها الخاصة وربما قد تستفيد في هذه الحالة من ارتفاع الأسعار لأن هناك خشية من أن يكون هناك نقص في الامدادات في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو ربما قد تكون بلدان أخرى مثل الهند التي سوف تستفيد أيضا من أسعار مخفضة من المواد النفطية المكررة من روسيا قد لا ننتظر ربما انخفاضا بالأسعار بأحسن الأحوال قد تبقى الأسعار على ما هي ولكن بأسوأ الأحوال سترتفع الأسعار طبعا هذا سيء بالنسبة لأوروبا أما بالنسبة للدول الأخرى فالأمر مرتبط بعلاقات هذه الدول مع روسيا فإذا كانت ربما ستستفيد من إرادات بأسعار أسعار لدول الصديقة كما يطلق عليها فستكون كاسبة هذه الدول وإلا فهي أيضا ستتأثر بهذه الأزمة وقد لا تستفيد من هذه الفوائد طيب دكتور بير يعني دعني أنتقل معك في مسألة أمنية أيضا خطيرة في هذا التوقيت يعني الجانب الألماني كثير من الدول الأوروبية تزود بالأسلحة المتقدمة خلال ممكن فترة الربيع نرى كل هذه الصواريخ بعيدة المدى أو حتى الدبابات تصل إلى الجانب الأوكراني المستشار شولدس المستشار الألماني قال هناك اتفاق في عدم استخدامها ضد الأراضي الروسية لكن هناك مشكلة بالنسبة لشبه جزيرة القرن ما يعتبره روسيا أرضا روسية خالصة هل تعتقد مثل هذه المشكلة ربما تفاقم هذه الأزمة ونرى ضربات أكبر من الجانب الروسي هل هناك مشكلة أمنية خطيرة في تزويد هذه الأسلحة أوضحت بشكل جيد بأن الفارق هنا هو النظر إلى الأراضي الروسية طبعا بالنسبة للأوكرانيين فإن الأراضي الروسية هي الأراضي التي كانت روسيا قبل عام 2014 قبل ضم شبه جزيرة القرن وأنا لا أتكلم حتى عن الأراضي التي تم ضمها منذ عاما وبالتالي هنا بالنسبة للأوكرانيين فإن ضرب شبه جزيرة القرن بالنسبة لهم لا يعد ضربا للأراضي الروسية بل هم يريدون ربما الاعتداء على أو ربما ضرب القوات المحتلة بالنسبة لهم ومن وجهة نظرهم شبه جزيرة القرن التي جزءا كبيرا منها أو تشكل جزءا كبيرا من هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا طبعا هذه المسألة المتعلقة بشبه جزيرة القرن ستكون طبعا محتى انتباه وكما قال المستشار الألماني إننا نعتبر أي أراضي أو أي اعتداء ضد الأراضي الروسية أمر ممنوع بما في ذلك شبه جزيرة القرن حتى ولو كان ومن ضمنه بموجب القانون الدولي هذه شبه الجزيرة ليست رسميا أراضي روسية وطبعا هذا أمر مؤسف وطبعا هذا سوف يزيد الأمور يزيد الطين بالله كما يقال لسيما إذا ما كان هناك هجمات ضد هذه الأراضي وربما أيضا ضد من قد ينسحبون منها يعني سؤال دكتور بير جميع هذه الدول الأوروبية تزود بالسلاح تذهب بشكل متقدم مع كل هذه القيادة الأمريكية في أضعاف الجانب الروسي والمحاربة على الأراضي الأوكرانية لماذا كل هذا الاندفاع يعني لا أحد يتحدث عن خطر على القارة الأوروبية هي فقط معارك على المسرح الأوكراني لماذا هذا الاندفاع الألماني والفرنسي والإيطالي ربما هناك سببان الأول هو أن الاتحاد الأوروبي هو يضم معظم الدول الأوروبية وهو مبني على قيم معينة ومن بين هذه القيام احترام الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبالتالي رفض كل ما هو ضد هذه المآسي التي ربما قد تعاني منها أوروبا وروسيا بالنسبة لأوروبا تشكل ما هو ضد هذه القيام وكل من يريد أن يريد أن يناقض هذه القيام طبعا أوروبا ضده وتدعم خيارات قيمها وطبعا عندما كان الجنرال دوغون هو طبعا الحاكم وكان بعد ذلك أيضا سواهم من الرؤساء وحتى شراك كان هناك ربما نضال لصالح هذه القيام ضد أي نظام إمبريالي نظام أوتوريتالي وطبعا هناك أيضا حاجة لوجود شركاء استراتيجيين جيدين وبالنهاية أعتقد أن الأوروبيين وقعوا في هذا الفخ فخ القيم الذي أيضا هو هذه القيم تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية عدد من الولايات المتحدة الأمريكية أو عدد من الأشخاص فيها لم يكنوا مع هذا الدعم وطبعا كان هناك دعما لسيناريو أكثر واقعية وبالتالي إذن بالمقتصر اليوم هذا الحماس يفسر بأننا نحن الأوروبيين مقتنعون بأننا لدينا القيام الفضلة في العالم وأننا بنهاية المتحدة لا نفهم كيف تناقض بعض الدول هذه القيام لكن دكتور بير بالحديث بهذه القيم كثير من المشاكل التي سببتها الولايات المتحدة أساسا في العالم يعني عندما نتحدث عن احتلال العراق ضربات كثيرة حول العالم معسكرات اعتقال مثل معسكر جوانتنام ولم نرى تحركا نوروبيا في هذا الإطار لماذا هذا الاتباع الكبير حتى في مسألة التسريح وهذا أمر جديد وراء الولايات المتحدة هذه المرة بالذات هناك دائما سيناريوهات مختلفة نحن في فرنسا حتى نقول أنه يجب أن ندعب الديمقراطيات في أفريقيا مثلا وبعض الدول الأفريقية تستمر بدعم نظم توتاليتارية وبطشية وطبعا هذه الدول تشكل محط اهتمام بالنسبة لفرنسا دائما هناك ازدواج في هذه السرديات هناك انضمام أو ربما هناك وفاء لهذه القيم نحن مثلا أردنا أن تقوم البرازيل بتقديم الأسلحة إلى أوكرانيا ولكن الرئيس البرازيلي رفض ذلك لأنه رفض الحرب التي أسمها وصفها بحرب ضد الفقر وليس ضد روسيا إذن أحيانا ننسى أن هذه القيم التي ندافعها عنها ننسى هذه القيم عندما تأتي ضد مصالح الدول الغربية من باريس الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور بيير بيرتيالو شكرا جزيلا لك